اهلا بكم البداية من يومية الاحداث المغربية التي تكتب في هذا المقال حصيلة خسائر الامطار وفضيحة عشب ملعب الامير مولاي عبدالله فرصة ليت الحكومة تغتنمها فتسحب مشروع قانونها المتعلقة بالهيئة المركزية للنزاه والوقاية من الرشوة ومحاربتها وبعد فضيحة عشب المركب الرياضي كان من المرؤة أن يبدر وزير الشبيب والرياضة بتقديم استقالته احترما لنفسه وفي مقال أخر تكتب جريدة الأحداث المغربية ذكر بلغ لشرطة الجنائية الدولية الأنتخبول من مقرها في مدينة ليون الفرنسية أن مصالح الأمن في بلغاريا وبعد تحقيقة مع ثلاثة إسبان إثنان من أصول مغربية والثالث برازيلي تم اعتقلهم في معبر حدودية يربط بين تركيا وبلغاريا بعدما كانوا في طريقهم إلى سوريا من أجل الانضمام إلى تنظيم داعش سيتم تسلمهم إلى السلطة الإسبانية خلال الساعة القادمة وتكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي في هذا المقال قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء الجمعة الماضي رأيه الاستشار حول مشروع قانون تجريم الالتحاق بداعش إلى رياسة مجلس النوب بعد 48 ساعة من توصوله بطلب الاستشار من طرف رئيسه رشيد طلب العالمي الرأي الاستشاري للمجلس دعا إلى دراسة إمكانية التقليص من الفرق بين الحد الأدنى والأقصى للعقوبات محتجون يهددون بتفجير بيوتهم بقرورة الغاز في براقي تعنون الخبر الجزائرية مقالها الذي تسلط من خلاله الضوء على اندلاع اشتباكة بين الشرطة والسكان الرفضين لقرار الإخلاء وهدم بيوتهم بحي ديار البركة ببرق في العاصمة مادة إلى إصابة عدد كبير منهم بجروحة وأعدت الشروق روبرتاجا ترصد من خلاله وضعية الأفارقة في الجزائر تقول الصحيفة اختفى الرعاية الأفارقة من الشوارع والمدن الجزائرية بعدما شكلوا جزءا لا يتجزأ من ذكرها لعدة شهر الصباح نيوز التونسية تنقل عن الهيئة الفرعية للانتخابات تأكيدها أن عددا من الملاحظين ورواساء مراكز الاقتراع اتصلوا لإبلاغهم بأن المواطنين تلقوا إرسالية قصيرة تدعو للتصويت إلى مرشح معين وإنه تم توثيق العملية التي اعتبرتها جريمة انتخابية جريدة التونسية تتوقف عند كلمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ذكرت الصحيفة أن الغنوشي هنأ حركته بنجاح الانتخابات وكذا على أن دور النهضة كان عظيما في هذه المسيرة كما قال الغنوشين الفائز في الانتخابات سيعرف أن قرابة نصف المجتمع معارضين له وعليه أن يكون رئيسا لمن انتخبه ولمن لم ينتخبه أما جريدة الشرق الأوسط فتتحدث عن مواجهة بعد إعلان تصدر السبسي الرئاسية نقرأ في المقال أعلن حزب نداء تونس فوز مؤسسه ورئيسه البج قائد السبسي بالدورة الثانية لانتخابة الرئاسة في أول رد فعل على النتائج اندلعت مواجهة بين قوة الأمن وانصار المرزوق في مدينة الحمى جنوب العاصمة كما اندلعت مواجهة بين انصار المرشحين وحول المصلحة المصرية القطرية تكتب القدس العربية نجحت الوسطة السعودية في كسر الجليد في العلاقة المصرية القطرية بعد إبداء القاهرة والدوحة حرصهما على فتح صفحة جديدة استجابة لمبادرة أطلقها العاهل السعودي وكذلك استرعى الموضوع اهتمام جاردة الرياضة السعودية التي ترى أن دول المجلس مع مصر ليست علاقتهما طارئة تبنى على الانفعالات بل هي تلازم وجود وهذا ما أثبتته أحدث كثيرة كحالة انفجار الجنون في دول عربية متعددة اتجهت لتقسيم الوطن إلى كيانة ليس لها مدلول قانوني ولا سند اقتصادي وجغرافي وفي هذا المقال الصادر بصحيفة البيان الإماراتية نقرأه صار العنف والقتل طبقا يوميا للعراقيين خلال عام 2014 بحيث لا يكد يمر يوم بهدوء ومن غير أن يعكر صفوه حدث انتحاري أو انفجار سيارة مفخخة أو قنبلة مزروعة على جانب طريقه لكن تبقى الميزة الرئيسية لهذه السنة هي سقط عرش رئيس الوزراء نوري المالك رغم فوز حزبه بالانتخابات التشريعية وقد سهمت الضغوطة الدولية في تولي حيدر العباد رئاسة الحكومة بالتركة ثقيلة في ظل مساهمات السياسة المالك في تمدد داعش